السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء طلاب العاشر طا طلاب العاشر ها معكم أستاذ محمد دنديس في مادة الرياضيات اليوم سنتحدث عن زاوية الإسناد بداية دعونا نستذكر ما تم أخذه سابقا جيب الزاوية ها يساوي المقابل على الوتر ويساوي ألف على بال إذا نظرنا إلى الشكل التالي هنا هذه هي الزاوية ها في المثلث قائم الزاوية هذا المثلث هو مثلث ألف با جيم هذا مثلث قائم الزاوية يوجد به الزاوية ها هذه الزاوية ها ذكرنا سابقا أن هذا الضلع هو الضلع المقابل للزاوية ها لأنه يقابله أما عن الضلع المجاور فهو الضلع با جيم الذي يجاور الزاوية ها والضلع ألف جيم يسمى الوتر بالتالي جيب الزاوية ها يساوي الضلع المقابل ألف با على الوتر الوتر وهو ألف جيم ثانيا جت الزاوية ها جت الزاوية ها بيساوي المجاور على الوتر المجاور هنا هو الضلع با جيم الضلع المجاور للزاوية ها هو الضلع با جيم على الوتر ألف جيم ثالثا ظل الزاوية ها ظل الزاوية ها بيساوي المقابل على المجاور المقابل للزاوية ها هو الضلع ألف با على المجاور وبا جيم أيضا ذكرنا سابقا عن النسب المثلثية ومقلوباتها النسبة المثلثية الأساسية وهي جيب جتا ظل بالتالي مقلوب النسب المثلثية نرى كما يلي جتا الزاوية يوجد بها حرف التاء جتا الزاوية جتا الزاوية يوجد بها حرف التاء بالتالي مقلوبها هو قاطع الزاوية هنا يوجد حرف التاء هنا لا يوجد حرف التاء جيب الزاوية ها لا يوجد حرف التا بالتالي مقلوبها سيكون قطة الزاوية ها ظل الزاوية ها لا يوجد حرف التا مقلوبها هو ذطة الزاوية ها مرة أخرى مقلوب جثة ها يساوي قاطع ها مقلوب جيب ها يساوي قطة ها مقلوب ظل ها يساوي ذطة ها أيضا ذكرنا سابقا عن النسب المثلثية للزاوية 30 درجة والزاوية 60 درجة والزاوية 45 درجة هذا الجدول الذي أمامنا سنستخدمه في درس اليوم في جميع حال الأسئلة أولا نستذكر أن جيب الزاوية 30 درجة يساوي 1 على 2 جت الزاوية 30 درجة يساوي جذر الثلاثة على 2 أما عن ظل 30 درجة يساوي 1 على جذر الثلاثة 60 درجة جيب الزاوية 60 درجة هو جذر الثلاثة على 2 جت الزاوية 60 درجة يساوي 1 على 2 أما عن ظل الزاوية 60 درجة فهو جذر الثلاثة الزاوية 45 درجة جيب الزاوية 45 درجة يساوي 1 على جذر الثلاثة وأيضا جت الزاوية 45 درجة يساوي واحد على جذر التنين أما عن ظل الزاوية 45 درجة فيساوي واحد هذا الجدول الذي أمامنا سنستخدمه اليوم في حل جميع المسائل بداية الدرس اليوم فهو عن زاوية الإسناد زاوية الإسناد ها هي الزاوية الحادة ها فتحة الناتجة من اتحاد ضلع انتهاء الزاوية ها ومحور السيناد لدينا هنا أربع حالات يوجد بهم زاوية الإسناد مرة أخرى زاوية الإسناد ها هي الزاوية الحادة ها فتحة الناتجة من اتحاد ضلع انتهاء الزاوية ها ومحور السيناد من خلال الأشكال التالية في الرسومات الأربع التي أمامنا سنشرح أوضح ما هي زاوية الإسناد هنا لدينا في الشكل هذا هنا مستوى ديكارتي هذا المستوى الديكارتي يوجد به زاوية قيمتها ها هذه الزاوية الموجودة في الربع الأول قيمتها الزاوية ها عندما تكون الزاوية في الربع الأول فإن زاوية الإسناد تساوي الزاوية ها فإن زاوية الإسناد ها فتحة هي تساوي أيضا الزاوية ها فقط في الربع الأول في الربع الثاني في الربع الثاني من المستوى الديكارتي كما هو في الشكل هنا موجود بالتالي فإنا ضلع ابتداء الزاوية على محور السينات الموجب ضلع ابتداء الزاوية على محور السينات الموجب وضلع انتهاء الزاوية موجود في الربع الثاني من المستوى الديكارتي للزاوية ه الزاوية ه انطلق ضلع الابتداء من محور السينات الموجب كما هو في الشكل لغاية ضلع الانتهاء في الربع الثاني بالتالي زاوية الإسناد هنا توضح أكثر لأنها هي زاوية الإسناد هي الزاوية المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية ومحور السينات ضلع انتهاء الزاوية هذا هو ضلع انتهاء الزاوية ومحور السينات هذه هي زاوية الإسناد لقياس الزاوية فإن زاوية الإسناد تساوي في الربع الثاني 180 نائس الزاوية الرئيسية ها لأن الخط المستقيم يساوي 180 درجة الخط المستقيم كله هنا لمحور السينات من محور السينات الموجب لغاية محور السينات السالب هذه الزاوية تساوي 180 درجة إذا أردنا أن نوجد قيمة الزاوية ها فتحة وهي زاوية الإسناد الموجودة هنا هذه الزاوية المحصورة من ضلع انتهاء الزاوية ها ومحور السينات بالتالي 180 ناقص قيمة الزاوية الأصلية التي انطلقت من محور السينات الموجب في الربع الثالث الربع الثالث عندما يكون ضلع الابتداء على في جميع الحالات هنا ضلع الابتداء للزواية على محور السينات الموجب ضلع الابتداء على محور السينات الموجب الزاوية تكونت من بداية ضلع محور السينات الموجب لغاية الربع الثالث على المستوى الديكارتي هذه هي الزاوية ها التي نتحدث عنها أما عن زاوية الإسناد زاوية الإسناد تكون هي الزاوية المحصورة بين محور السينات الزاوية المحصورة بين محور السينات وضلع انتهاء الزاوية الرئيسية ها هذه هي زاوية الإسناد الذي نقصد بها هنا لإيجاد قيمة زاوية الإسناد لإيجاد قيمة الزاوية الصغيرة هنا ها فتحة وهي زاوية الإسناد نقول أن الزاوية الرئيسية ها نائس 180 درجة الزاوية الرئيسية ها نائس 180 درجة الحالة الأخيرة في الربع الرابع الربع الرابع الربع الرابع يقصد به أن انتهاء ضلع انتهاء الزاوية يكون في الربع الرابع انطلقت الزاوية من محور السينات الموجب وانتهت في الربع الرابع هذه هي الزاوية ها الزاوية ها انطلق ضلع الابتداء من محور السينات الموجب وانتهى في الربع الرابع لإيجاد قيمة الزاوية تلإسناد هنا ها فتحة الزاوية المحصورة بين محور السينات وضلع انتهاء الزاوية هي زاوية الإسناد ها فتحة وهي زاوية الإسناد تساوي 360 نائس ها قيمة الزاوية الحقيقية خطوات إيجاد النسب المثلثية للزوايا غير الربعية أولا نحدد الربع الذي تقع به الزاوية ها المقصود به هنا أننا نعرف ما هو المستوى الديكارتي كما ذكرنا سابقا هنا هنا الربع الأول هنا الربع الثاني هنا الربع الثالث وهنا الربع الرابع ثانيا نجد زاوية الإسناد ها فتحة للزاوية اعتمادا على الربع التي تقع فيه الزاوية ها ثالثا نجد قيمة النسب المثلثية المطلوبة لزاوية الإسناد ها فتحة رابعا نجد قيمة النسب المثلثية المطلوبة للزاوية ها من خلال ما يلي أولا النسب المثلثية للزاوية ها تساوي النسب المثلثية لزاوية الإسناد ها فتحة ملاحظة هامية يجب مراعاة إشارة النسب المثلثية حسب الربع التي تقع به الزوايا لأنه ذكرنا سابقا أن جميع الزوايا نسبها المثلثية في الربع الأول تكون موجبة والربع الثاني فقط الجيب موجب والربع الثالث الظل موجب والربع الرابع الجتا موجب سنحل بعض التمارين الآن لنوضح ما ذكرناه مثال رقم واحد أوجد قيمة جيب الزاوية 120 درجة الزاوية 120 درجة الحال نحدد الربع الذي تقع به الزاوية 120 درجة وهو الربع الثاني كما هو موضح لدينا في الرسم هنا الزاوية 120 درجة انطلق ضلع الابتداء من محور السينات الموجب وانتهى في الربع الثاني من المستوى الديكورتي كونا زاوية قيمتها 120 درجة الخطوة الأولى أننا نحدد الربع الذي تقع به الزاوية وهو الربع الثاني مع الخطوة الثانية نجد زاوية الإسناد زاوية الإسناد للزاوية 140 درجة زاوية الإسناد هي الزاوية المحصورة بين ضلع الانتهاء كما هو في السهم الأحمر السهم الأحمر هنا هو ضلع انتهاء الزاوية 120 درجة الزاوية المحصورة بين ضلع الانتهاء ومحور السينات هذه هي زاوية الإسناد في الربع الثاني فإن زاوية الإسناد تساوي 180 نائسها لدينا 180 نائسها الزاوية الرئيسية المطلوبة لدينا في السؤال هي 120 درجة هذه هي الزاوية الرئيسية 120 درجة في الربع الثاني ها فتحة زاوية الإسناد تساوي 180 نائسها قيمتها الزاوية الرئيسية المطلوبة منها في السؤال وهي 120 درجة بالتالي فإن زاوية الإسناد تساوي 180 درجة نائس 120 درجة يساوي 60 درجة تكون لدينا زاوية الإسناد الموجودة هنا كما هو مشار إليه في الرسم هي زاوية قيمتها هذه الزاوية قيمتها 60 درجة نجد قيمة جيب 60 درجة ويساوي جذر الثلاثة عثنين قيمة جيب 60 درجة يساوي جذر الثلاثة عثنين تكلمنا عنه في بداية الحصة جيب 120 درجة يساوي جيب زاوية 60 درجة بالتالي جيب 120 يساوي جيب 60 درجة جذر الثلاثة عثنين هنا القيمة موجبة لأن الجيب في الربع الثاني موجب الظل في الربع الثالث موجب أما الجتة في الربع الرابع يكون موجب فقط وفي الربع الأول فقر جميع الحالات جيب جتة ظل قاطع قاطع تمام الزاوية تكون موجبة في الربع الأول نرجع مرة أخرى سريعة أوجد قيمة جيب الزاوية 120 درجة الزاوية الرئيسية 120 درجة تقع في الربع الثاني لإيجاد زاوية الإسناد زاوية الإسناد فتحة 180 نائس قيمة الزاوية الرئيسية 120 يساوي 60 درجة هذه هي زاوية الإسناد لدينا قيمة جيب الزاوية 60 يساوي جدر الثلاثة على اثنين الستين درجة هي زاوية الإسناد أما عن الزاوية الرئيسية فهي مية وعشرين درجة جيب المية وعشرين درجة يساوي جيب ستين درجة ويساوي جذر التلاتة على اثنين ونشدد على هذه الملاحظة أن قيمة الجيب في الربع الثاني موجبه ننتقل إلى المثال الثاني المثال الثاني أوجد قيمة ظل الزاوية 330 درجة الحال أولا نحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية 330 درجة وهو الربع الرابع كما هو بالشكل اللي لدينا هنا الزاوية 330 درجة تقع في الربع الرابع هذه هي الزاوية 330 درجة تقع في الربع الرابع ثانيا نجد زاوية الإسناد للزاوية 330 درجة زاوية الإسناد هي المحصورة بين ضلع الانتهاء وضلع الأحمر هذا هو ضلع الانتهاء لونه أحمر وضلع الانتهاء المحصورة بين ضلع الانتهاء ومحوار السينات هذه هي زاوية الإسناد لدينا هنا نحن نتحدث الآن عن الربع الرابع نحن نتحدث عن الربع الرابع لإيجاد قيمة الزاوية الإسناد في الربع الرابع نقوم بما يلي في الربع الرابع ها فتحة وهي زاوية الإسناد تساوي 360 درجة نائس قيمة الزاوية الرئيسية وهي 330 درجة زاوية الإسناد تساوي 360 نائس 330 يساوي 30 درجة ظل الزاوية 30 درجة يساوي واحد على جذر التلاتة وأيضا ظل الزاوية 330 درجة يساوي سالب سالب ظل الزاوية 30 درجة سنتحدث الآن لماذا سالب لأن الظل في الربع الرابع يكون سالب لأن الظل في الربع الرابع يكون سالب فقط الجتة في الربع الرابع يكون موجب يوجد لدينا حالة أخرى هنا إذا كانت الزاوية ها موجبة وأكبر من 360 درجة نطرح من ها 360 درجة عدد المرات حتى نصل إلى الزاوية أقل من 360 درجة ثم نجد قيم النسب المثلثية لها كما ذكرنا سابقا إذن هنا نحن نتحدث عن زاوية موجبة قيمتها أكبر من 360 درجة سنوضح ذلك من خلال المثال التالي أوجد قيمة قطع الزاوية 930 درجة الحل بما أن الزاوية أكبر من 360 درجة إذن نجد الزاوية المكافئة لها الزاوية 930 درجة موجودة أمامنا على مستوى الديكارتي هي عبارة عن دورة كاملة حول محور السينات ودورتين حول محور السينات بالتالي تكون الزاوية المكافئة لها تنطلق من محور السينات الموجب حتى الربع الثالث بالتالي أولا بما أن الزاوية أكبر من 360 درجة نجد الزاوية المكافئة لها 840 درجة تكافئ 930 درجة ناقص 360 درجة ويساوي 570 درجة هنا في هذه المرحلة نحن أخذنا قيمة الزاوية الرئيسية الزاوية الرئيسية الموجودة أمامنا هي 930 درجة طرحنا منها دورة كاملة الدورة الكاملة تساوي 360 درجة طبق لدينا هنا 570 درجة سنأخذ أيضا 570 درجة ونطرحها من دورة كاملة أخرى 570 درجة المتبقية لدينا هنا بعد أن طرحنا دورة كاملة نأخذها ونطرح منها دورة أخرى 570 درجة يساوي 360 درجة ويساوي 210 نحن وصلنا إلى قيمة زاوية أقل من 360 درجة يعني الزاوية المقصودة لدينا هنا هي زاوية 210 درجة يوجد لنا ملاحظة ممكن طرح 720 درجة مرة واحدة 720 درجة تعني دورتين تعني دورتين 720 درجة تعني دورتين إذن الزاوية 210 الزاوية 210 درجة موجودة في الربع الثالث نجد زاوية الإسناد للزاوية 210 الزاوية 210 نستطيع رسمها لوحدها كما هو بالشكل هنا انطلقت من محور السينات الموجة بضلع الابتداء وانتهى ضلع الانتهاء في الربع الثالث في الربع الثالث زاوية الإسناد ها فتحة تساوي ها ناقص 180 درجة ها الزاوية الرئيسية المطلوبة معنا وهي 210 درجات 210 ناقص 180 درجة يساوي 30 درجة 30 درجة هذه هي زاوية الإسناد زاوية الإسناد هي الزاوية المحصورة بين ضلع انتهاء الزاوية الرئيسية هذا الضلع الأحمر ومحور السينات يعني هذه هي الزاوية الإسناد تساوي 30 درجة قطع الزاوية 30 درجة يساوي 2 إذن قاطع الزاوية 210 قاطع الزاوية 210 يساوي سالب قطع الزاوية 30 درجة ويساوي سالب 2 هنا القيمة سالبة لأن قاطع التمام في الربع الثالث سالب قاطع التمام في الربع الثالث هو سالب نسترجع ما هو قاطع تمام قاطع تمام هو مقلوب الجيب قاطع تمام هو مقلوب الجيب قطع مقلوب تحدثنا عنه في بداية الحصة أن القطع هو مقلوب الجيب مقلوب الجيب يعني نحن نتحدث عن الجيب الجيب موجب فقط في الربع الثاني والربع الأول إذن القطع في الربع الثالث لأنه مقلوب الجيب يكون سالب إذن قطى الزاوية 930 درجة يساوي سالب 2 الحالة الأخرى إذا كانت الزاوية ها سالبة نجمع للزاوية ها الزاوية الرئيسية 360 درجة عدد من المرات حتى نصل إلى أول زاوية موجبة مكافئة لها سنوضح ذلك من خلال المثال أوجد قيمة جتا الزاوية سالب 210 جتا الزاوية سالب أولا حالة الزاوية سالبة جتا الزاوية سالب 210 الحال أولا بما أن الزاوية سالبة كما فيها الحالة التي نتحدث عنها هنا إذا كانت الزاوية ها سالبة نجمع للزاوية ها 360 درجة عدد من المرات حتى نصل إلى أول زاوية مكافأة لها موجبة طيب الزاوية لدينا هنا 210 درجات سالبة أولا بما أن الزاوية سالبة إذن نجد الزاوية المكافأة لها من خلال جامع 360 درج الزاوية المطلوبة لدينا هنا بالسؤال سالب 210 سالب 210 درجات تكافئ سالب 210 زائد 360 درجة يساوي 150 درجة وصلنا هنا إلى زاوية موجبة وصلنا هنا إلى زاوية موجبة مكافأة لها إذا كان العدد السالب أكبر من سالب 220 على سبيل المثال إذا كانت الزاوية 420 درجة 420 درجة نقوم بجامع 360 طبقة سالبة نعمل خطوة أخرى في الزاوية السالبة المتبقية ونضيف لها أيضا 360 درجة حتى نصل إلى أول زاوية موجبة مكافأة لها إذن الزاوية 210 درجات عندما قمنا بجامع زاوية 360 درجة موجبة لها أصبح لدينا الزاوية المكافأة تساوي 150 درجة ثانيا نحدد الربع الذي تقع فيه الزاوية 150 درجة وهو الربع الثاني طبعا نلاحظ هنا من خلال الرسم بما أننا نتحدث عن زاوية سالبة فإن ضلع الابتداء يكون على محور السينات الموجب ولكن اتجاه دوران الزاوية يكون مع قارب الساعة لأنه سالب الزاوية الإسناد 150 درجة موقعها في الربع الثاني كما هو موضح لدينا هنا هذا هو السهم باللون الأحمر هو ضلع انتهاء الزاوية 150 درجة بالتالي زاوية الإسناد هي الزاوية المحصورة بين ضلع الانتهاء هذا باللون الأحمر ومحور السينات في الربع الثاني زاوية الإسناد ها فتحة تساوي 180 نائس قيمتها الحقيقية التي لدينا هنا 150 زاوية الإسناد تساوي 180 نائس 150 درجة ويساوي 30 درجة زاوية الإسناد هنا موقعها تساوي 30 درجة جتى الزاوية 30 درجة يساوي جذر الثلاثة عثنين إذن جتى الزاوية 150 درجة يساوي سالب جتى 30 درجة لماذا سالب؟ لأنها بالربع الثاني والربع الثاني فقط الجيب موجب نحن نريد جتى الجتى في الربع الثاني موجب جتى سالب جتى الثلاثة درجة يساوي سالب جذر الثلاثة عثنين هنا القيمة سالبة لأن الجتى في الربع الثاني سالب إذن جتا السالب 210 تساوي سالب جذر الثلاثة على ثنين واجب بيتي رقم واحد أوجد قيمة جتا الزاوية 225 درجة واجب بيتي تنين أوجد قيمة قاطع الزاوية 495 درجة واجب بيتي 3 أوجد قيمة ذطا الزاوية سالب 585 درجة شكرا لحسن استماعكم